اهلا بكم في قناة وي هنستعرض مع بعض بداية العالم فارجو الانتباه في هذه الكصة للعلم والمعرفة وسوف نذكرها كما ذكرت من باب الطرف الفكري والناحية التاريخية كتير مننا يتنبأ بالنهاية دون ادراك احداث البداية في البداية كان عرش الرحمن على الماء ولا احد في الكون الا الملك الجبار فخلق الرحمن القلم فكتب به مقادير هذا العالم من البداية الى النهاية في اللوح المحفوظ ومر من الزمان مع مر وامر الرحمن بالفتق العظيم وخلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوع على العرش فخلق النور والظلام فجعل النور نهار مضيئا وجعل الظلام ليلا اسودا ثم خلق التربة وارس الجبال وخلق في الارض ما شاء من زرع وانعم ثم خلق الملائكة الكرام من نور وخلق الجن من مارج من النار وخلق الحن والمن والبن والسن والخن وهم اول من سكنوا الارض اما الملائكة الكرام فسكنوا السماوات فمنهم حملة العرش ومنهم اسرافيل وجبريل وعزرائيل وميكائيل ومالك وردوان كلهم لا يعصونا للرحمن امرا اما الجن فسكنوا السماء الدنيا ومر من الزمان ما مر فافسد الحن والبن والخن والسن في الارض فسفكت الدماء وانتشر الازى فصلت الرحمن عليهم الجن فدارت اول معركة على الارض واستمرت لايام كثيرة حتى انتصر الجن وافنوا الحن والبن والسن والخن وسكنوا الجن الارض الالفي عام فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الصادق ومنهم الكاذب يأكلون ويشربون ويتناسلون وكان بينهم مجرمين نشر القتل والفساد في الارض وظل هكذا دون توبة حتى صار الفساد وسفك الدماء بينهم عادة فغضب الرحمن عليهم غضبا شديدا فارسل ملائكته الكرام فقاتلوا الجن وانتصروا عليهم واجلوا من بقى من الجن الى جزائر البحور فأصروا جنيا صغيرا اسمه عزازيل واخذوه معهم الى السماء فلما صعد عزازيل الى السماء عاش بين الملائكة واصبح يتعبد مثلهم وكبر عزازيل وازداد الامان في قلبه وزاد اجتهاده في العبادة حتى صار من المقربين فأكرمه الرحمن وجعل عزازيل رئيسا على الجان وملكا على السماء الدنيا فكان عزازيل شاكرا ومر زمنا يسيرا حتى اخبر رب العزة ملائكته انه سيخلق في الارض خليفة فتساءلت الملائكة من ما رؤوه من الجن ومن قبلهم من الحن والبن والسن والخن اتخلق فيها من يبسد فيها ويسفك الدماء فقال رب العزة اني اعلم ما لا تعلمون وعلم عزازيل بامر خلق خليفة على الارض غير كل المخلوقات فهبط عزازيل على الارض فوجد الله عز وجل قد صور جثة الخليفة الجديد على الارض فضار عزازيل بجثة الخليفة عدة مرات فادرك بحزن انه ادم عليه السلام خليفة الله على الارض وكد صمي بذلك لانه من اديم الارض قد خلق فارتفع عزازيل الى السماء منتظرا لما سيكون عليه ادم عليه السلام وبكده يكون انتهى الجزء الاول استنونا في عصر جديد من وي اشتركوا في القناة